السلام عليكم. اليوم الخميس ثلاث عشر الفين واربعة وعشرين. قبل تقريبا كم ساعة من صباح هذا اليوم. اسرائيل قصفت قاعدة اه او مخازن اسلحة في قاعدة حميمين اه السورية. هذه القاعدة العسكرية طبعا على البحر المتوسط وتديرها بالكامل اه روسيا. وفي تواجد عسكري روسي في هذه القاعدة. وفي طائرات اه حربية اه روسية في هذه القاعدة وايضا تتواجد البحرية الروسية في هذه اه القاعدة. اه ليش اسرائيل قامت بقصف مخازن الاسلحة في هذه القاعدة? قبل ان يتم القصف كان في طائرة جاية من اه ايران. اعتقد اسمها اه فارس او قاس فارس. وفرغت شحنة اسلحة في هذه اه القاعدة. هل يعني راح ممكن تصير حرب عالمية ثالثة? اذا يعني سقط روس او قتل روس في هذه القاعدة وغير اعلامة. امور طيبة. لان اصلا ان اسرائيل يعني من اليهود اه اللي في اسرائيل في اه يعني في يهود روس او جايين من اه روسيا. وبعد اه اوكرانيا قصفت موسكو. اه قلب موسكو. ما ما صار لا في حرب عالمياها. ثالثة اولا اشي. امور طيبة. الخبر الثاني ان اه اه في خبرها متفجرات. شيقولون? يقول ان الصواريخ التي اطلقت من ايران قبل يومين. او امس تقريبا. لا قبل امس. التي اطلقت من ايران الى اه اسرائيل او قصفت ايران اسرائيل ما فيها متفجرات. او ما فيها رأس اه بهذا الصواريخ ما فيها رأس متفجر. بمعنى انها ما تحمل بارود. فقط صاروخ ووقود. وقود لهذا اه الصاروخ. والاستدام اللي اللي حدث في الارض نتيجة استدام الصاروخ في الارض او اه وقود الصاروخ في اه الارض. فلو تلاحظون ان اه الصواريخ اللي سقطت. يعني النيران او سقوطها بالارض اثناء اه اثناء سقوطها بالارض النيران محدودة. يعني ممكن اه خمسة متر وخمسة متر او عسرة متر وعسرة متر اغريبا. فيقال ان هذه الصواريخ ما تحمل اه متفجرات. يعني لو تقارنها انت بالقصف الاسرائيلي للبنايات في سواء في غزة وفي اه لبنان. يعني القديفة يعني يعني تنسف البناية من يعني اساس البناية وتسقط البناية حتى كانت عشرين دور وهذا ثلاثين دور. اه فلو تلاحظ اه الفرق ما بين القصف الاسرائيلي والصواريخ اللي نزلت على اسرائيل في خبراء يقولون ما فيها الصواريخ ما فيها رأس متفجر. معنى فقط وقود وصاروخ فقط تم اطلاق. اه ان بعض الصواريخ سقطت في اسرائيل ما ما حدث فيها انفجار. اه لان ما فيها رأس اه متفجر او متفجرات فيها في هذه الصواريخ. يقول خبراء المتفجرات ان صحيح ان الصواريخ كانت سريعة. فرط صوتية وما تم اعتراضها اغلبها ما تم اعتراضها من الدفاع الجوي الاسرائيلي لكن سرعة الصاروخ تأخذ سرعة الصاروخ لازم انك يعبي الصاروخ تسعين فوق تسعين بالمئة يعبيه وقود. عشان الصاروخ يكون سريع. فهذا راح يكون على حساب منه على حساب اه المتفجرات. امر الثاني يقول انه صحيح ان الصاروخ سريع. لانه فيه كمية وقود. اه صاروخ فرط صوتي لكن الصواريخ اغلب الصواريخ اللي انزلت ليست دقيقة. بمعنى انها ما انزلت على يعني نفس المكان المحدد له. ممكن انها تنزل بمسافة يعني كيلوين بكيلوين او كيلو بكيلو. صحيح انها كلها قصفت اسرائيل لكن ما قصفت الهدف المحدد لهذه الصواريخ.